موسيقى يحيا نحن هنا لنحاول أن نساعدك أنت كمان يجب أن تساعدنا لنعرف أن نصل إلى نتيجة نحاول أنت ساعدكم أكثر من مرة ساعدوا أنتو نفسكم ساعدوني يحيا هو أنت ممكن تساعدنا أكثر هذا بعد إيزني الدكتورة أنت؟ أنت لا أنا أريد أن أشعر بأمان هل أنت مش عايش معنا ولا إيه؟ عايش معك يعني إيه؟ أنت عايزة أنا أصدق إيه؟ عايزة أنا أصدق أني فيه في البيت هنا عفلت وجنم أنت ليه مش عايز تصدق؟ لا إني مش ممكن أصدق أمي بتقولي أن أنت قد وعد تتكلم مع أحد تقولي الوعد بصراحة أيوه؟ مع مين يا أيوه؟ مع لعبتي أنت ليه مش بتحبيني يا راح؟ أنت ليه بتقول كده؟ أنا بحبك وعاوز ألعب معاك لا، أنت قلت لباباك أن أنت مش بتحب البيت ده من؟ ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 لا نادر احنا احنا ممكن نتكلم في الموضوع ده بعدين ماشي تمام اشتركوا في القناة 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 المترجم للقناة 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 نادر عايزي جاوز ريم بجد طيب مبروك ده نادر صاحب عمرك مش هنلاقيه في أدبه ولا في أفلاء ايوة هايزي ايوة ريم وحشتين يا حبيبتي وانت كمان وحشتاني مال صوتك في ايه؟ مفيش انا قيمل وادم عرف ايه؟ وادم لما عرف عمل ايه؟ ما عرفش هو قدم مفيش منه لسه اي رد فقاً بس كل اللي قاله لي ان انا لازم نزل لبيبي وانا قلت له ان انا لو قلتلك او طلبت منك كده انت اكيد هترفض اه لا يا ريم هو كلامه صح طبعاً لازم تسمعي كلامك هو ايه اللي صح؟ وانت بجد عايز نعمل كده؟ وحتى لو انت عايز يعمل كده وحتى لو انت موفق على ده انا مش موافقة وعمري ما هعمل كده انا ذكري طب يا ريم اقفلي وانا شوية كده وهكلمك سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة